الآن إلى أعمدة الرأي والمقالات البداية ستكون إذن من الحدث الذي ننتظر بعض جوانبه الآن المؤتمر الصحفي المنتظر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السوداني عمر البشير البداية ستكون مع صحيفة الأخبار المقال للكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري تحت عنوان مصر والسودان علاقة خالدة الكاتب يقول إنه من الطبيعي أن تكون هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي مع بدء ولاية جديدة للسودان الشقيق هو تقريبا نفس ما حدث في الولاية الأولى ذلك يعود لوحدة المصير واللغة والدين نحن شعب واحد يعيش في بلدين يتنفس ذات الهواء ويشرب نفس الماء يقول الكاتب ميري يقول في مقاله إن لقاء الرئيسين هو اللقاء الثاني والعشرين خلال أربع سنوات هو ما يؤكد عمق العلاقات التي لا توصف إلا بالاستراتيجية بالإيمان بأهمية ترسيخها ودفعها دوما إلى الأمام بكل قوة يضيف الكاتب أن زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة السودانية تعد خطوة جديدة للانطلاق بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب وتعزيز للتعاون الاقتصادي ليصل إلى مستوى يليق بعلاقات استراتيجية متميزة كالحال الذي عليه العلاقات المصرية السودانية توحيد المواقف في مواجهة كل القضايا الإقليمية والدولية سيكون أيضا من بين غايات هذه القمة خالد ميري يختتم مقاله قائلا هناك إيمان مشترك لوحدة المصير في حاضرها ومستقبلها العلاقات بين البلدين الشقيقين تسير على الطريق الصحيح الهدف الواحد هو تحقيق المصالح المشتركة وضمان الرخاء والتنمية لشعبين شقيقين المقال الثاني يأتي من صحيفة اليوم السابع بقلم الكاتب الصحفية الأستاذ خالد صلاح تحت عنوان في فلسفة الجامعات الأجنبية نعم ولكن هكذا يقول الكاتب أنه لا ينحاز لأن يكون إنجاز وزارة التعليم العالي متوقفا عند حدود منح الترخيص فقط للجامعات الأجنبية الخاصة لينتفع بذلك مجموعة من الطلاب القادرين على دفع مصروفات دون أن ينعكس ذلك حقيقة على الأوضاع التعليمية في مصر يقول الأستاذ خالد صلاح إذا كان هناك سعي للاستفادة الفعلية من الجامعات الجديدة فيتعين أن تضمن فعلا أن يكون للأرباح ليست هي الهدف الأول لهذه الجامعات أو الوحيد كما ينبغي أن يتم ضبط ميزان التعاون بين هذه الجامعات ونظيراتها المصرية يضيف الكاتب قائلا ينبغي أن لا نسقط جميعا في فقه الطبقية التعليمية كما يسميها والتمييز السلبي بين المتفوقين الذين يدرسون في جامعات حكومية وأولئك القادرين الذين يدرسون في جامعات أجنبية نقول لنتذكر دائما علماء هذا الوطن الذين تخرجوا في جامعات القاهرة وعين شمس والأسكندرية وجامعات الأقاليم لذا يجب أن ندرس كيفية الحفاظ على صورة هذه الجامعات العريقة ومكاناتها مع وجود هذه الجامعات الأجنبية وبريقها في الداخل